دي اول واحد صراع على الليحة صراع على شرعية من يقود اتنين صراع على المواطن والنفوس عندك صراع على الجهات المحركة في جهات محركة هنا بتستهدف تحريك هذه الجماعة وتوظيفها فكل مجموعة موظفة بشكل ما بشكل معينة عشان تكتمل القايمة ويكتمل اللوحة تكتمل الخريطة انت بتلاقي نوع متشدد نوع في النص نوع للمكتب العامل اكثر تشدده وكل واحد فيهم بقدم رؤية معينة يعني بمعنى مثلا هو هنا الرؤية اللي هي بتاعت عبد المنعم أبو الفتوح بالمناسبة هو خذ النهار ده طبعا حكم خمسائيس سنة وهو محمود عزل فانت هنا بتتكلم على رؤية الرجل بيعمل حزب مصر القوي طب هو ترك الاخوان لم يترك الاخوان هو عضو في التنظيم الدولي وهو هنا مقال من مصر لانه خالف خيرة الشاطر في صراع هي اخنقة جوه المكتب اخنقة جوه على السلطة على السلطة فهو هنا فيه تنظير طالع به هذا التنظيم بمعنى ان انا اقول لك افصل الدعوة عن السياسي زي ما بيقول جمال حشمت دلوقت افصل الدعوة عن السياسي وافصل التنظيم الدولي عن العمل جوه مصر ويمشي بهدوء لمدة عشر السنين واجيب العناصر القريبة مني زي حلم الجزار ونعمل هيئات زي هيئة طلبة مصر القوية للاستقطاب واعمل وسائل اعلامية جديدة بشكل جديد يبقى دي رؤية معينة طيب رؤية دي من متوافق معها متوافق معها ابراهيم منير ابراهيم منير فبيطلع هنا ابو الفتوح رايح جاي وبيقعد هو ابو الفتوح مع لطفي السيد علي اللي هو ابو عبد الرحمن اه وبيقابل عبد الرحمن ابو دية اللي هو ابو عامر شخصية ابو عامر دي طبعا دي ياريت كنا جبنا تسجيل لي وإحنا جايين افتكرته دلوقت دا جايات كتير لا جايات عبد الرحمن ابو دية اللي هو محرك الإعلامي الإخواني اللي هو بيدفع المرتبات لكل الموظفين في القنوات واللي هو ليه استثمارات في جنوب أفريقيا وفي كارت أفريقيا لو تدخل على على تل جرام كده وتكتب سرداب ابو عامر سرداب ابو عامر عشان تشوف الناس المنشقين عن الإخوان والمنقسمين داخل الإخوان بيقولوا يعني عبد الرحمن ابو دية يقولوا ايه كتير الرجل السلطان اللي بيحرك ما فيش يا ابراهيم منير يقدر يحركهم زي الخواتم في أسبوعه طب هزا الرجل اللي هو محدش شاف سرطه حتى الآن محدش بيقابله غير دول غير قيادات الديقين قوي فين جي من أصله فلسطيني أصله فلسطيني المقيم في لندن بينتقل لجنوب أفريقيا ايه الحكاية ايه الموضوع مين ده تابع مين ده وازاي بيحرك كل هزي المجموعات وازاي المجموعات المختلفة دي بيحركها شخص واحد يعني مرة يبهين ومرة يبهين ومرة يبهين ومرة يبهين فأنت عندك هذا الشخص ده بيتسبب فيه انقسامات وفيه انشققات إذا ما أنت بتقول أن الجماعة هنا فيه فواع الخارجية بتحركها فيه طبيعة بشرية بتحركها فيه صراع أجيال بيؤدي للانقسام فيه صراع أجيال فيه تداخل ما بين الجماعات الإرهابية الأخرى اللي زي القاعدة والسلفية الجهدية دخلت جوه الإخوان وتحلفت معاه فكله ده أدى إلى تشظي من الداخل ولذلك هتلاقي واحد زي اللي هو رئيس قسم الطلاب المركزي بيكتب تحت اسم الحركة عبدالله عزة تكاتب مقال مهم جدا لو سرشنا على جوجل هنطلعه على طول وممكن نحطه عشاش لهو انفجار الإخوان يأتي من الوسط انفجار الإخوان يأتي من الوسط ويتكلم عن الانفجار اللي حاصل في النص ده ايه سببه وايه تاني كمان وليه مقال مهم جميل جدا ومهم جدا وهو طلاب الإخوان في السودان يسقط الكفيل الكفيل اللي هو مين بقى اللي كان محمود عزة ترجمة نانسي قنقر